السلام عليكم احبابي بناتو الدراري لانا كنت كنقول السلام عليكم الغزالات فبزاف دي الدراري بقى فيهم الحل قل كتحنا كنتابعوكم علاش ما كد قولوش الدراري والبنات فسلام عليكم كاملين احباتي بناتو الدراري مرحبا بكم في القناة دياري وصفة اليوم البنات غدي تعجبكم بزاف بزاف وهي رفيسة بريستيش بطريقة دي نحن هي رفيسة العبدية الاصلية الحقيقية الحقية وطريقها اذا بسم الله نضع رب راكات الله اول حاجة كنديرو فكن وجدو الشرمولة اللي غدي نعمروا بها الدجاج فاحنا هي البنات كنشدو البصلة كنقطعوها يعني هنا تقريبا الهات خمسة دجاجات عندي تقريبا ثلاثة كيلو ديال البصلة غادي نشدو كيلو ونص ديال البصلة غادي نقطعوهم غادي نزيدو عليهم القصبر مقطع غادي نزيدو عليهم الملح وبزاف ديال البصلة يعني باش يجو فيها حارين وثمن هادو هما هدي الحشوة اللي غادي نعمروا بها الدجاج ممكن تضيفو لها الكبدة ديال الجاج يلا بغيتو تضيفو كإضافة وهنا هي كيلو ونص الباقي ديال البصلة قطعناها على شكل شننف فهد هاد سميسو هاد رفيسة انا حضرها بمساعدة ديال واليدة ديالي لانها شوية عيانة فبليكن عيانة هي مسكينة كتشت لغولف اذا هنها هي كتشت هاتيك الحشوة اللي قلت لكم ديال البصلة والسمن والقزبر والملح والبزار كنعمروا بها هاد هي الجاجة مزيان وكيف قلت لكم ممكن تضيفو لها الكبدة ديال الجاج وتعمروا غيروا انا يا هنها الجاج قطعوا ليالي البلاصة فين كيخشيو فيها الرجلين فشوية تعدبت كيخشيو فيها يعني كتفتو اولا شديت هاتيك الجلتة اللي الفوق قطعتها ضربتها بالموس غادي نوريكم كيف اجدرت لها وهزيت الرجلين الفوق ومن بعد عقدتو بالخيط باش ما يخرش ليالي فرشيو بخير كيخشيو بخير أمام كيخشيو بخير بخير نضيفو 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 بخير اضفت عليه السكينجبير والقز وخرقه من بلدي والبزار والبيطات ديال القزبر والبصلة وزيت زيتون والسمن ديال لقد اضفتها لدجاجه وكوكوات اضفتها لدجاجه وخرقه من بلدي والسكين جبير والبزار والزيت نصف وقضي بعض البصلة وضع البصلة اللوني عددين كبه نضيف حجزة الماء نحن نضيفه بعد ان اضيفه نضيفه 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 حتى نضيفه نضيفه يجب أن تصفي المرأة و تخيف المرأة في المرأة في المرأة كاملة و بالنسبة للباشر يجب أن تضيف المرأة في المرأة و تصفي المرأة في السماء و تجنة بالتمر و تضيف المرأة في الدماغة كيف تشاهدون تمر معمرها باللوس ومعمرها بالقرقاح كيف تشاهدون هذا الشكل فتجي روح الابنات كتجي لديدة بسيطة وديك الحشوة اللي كتجي لداخل كتجي كتدوزيها مع الماراق كتدوزيها مع التريد فكتجي غزالها بالنسبة فهي الطريقة العبدية ما كنديروش رصد الحانوج ما كنديروش ثومة بزفت الحوج ما كنديروش فرفيسة دينا فهدي الطريقة العبدية دي الناس دي الاسفي هكا كيدروا التريد اما بالنسبة للعاجين فحنا كنديرو الدقيق والملح والمبارد فقط كنعجنوه بحل مسمى الارقيق ومن بعد كنمرقوه بالزيت وكنطيبوه ورقة بورقة سافيوكن قطعوه طريقة بسيطة دكشاش ما درتاش ليكم نهايا لانها سهلة وكلنا كنعرفو لها وكنقطعوه بالمقص وصافي ما كنديرو فيه الخميرة لا تشي حاجة اخرى كنديرو الفورس والفينو النص بالنص وكنديرو الملح والمبارد كيف كتشوفوه هنا نزيد شوية لعدس وكنكمل التزيين بالتمر كنديرو فهدر فيه سبسيطة بزاف البنات ولي جيدة صدقوني وخاكتشوفوا المكونات بساطين فهي جيدة بزاف هيا في التوابل كيفوت لكم كنديرو الخرقهم البزار سكين جبير السمن وزيت الزيتون فقط كجيزوينة والملحة كجيوها على البنات من الاحسن نكون بالتجاج البلدي فكتجيب لنا اخرى وليني لما كنشي الجاج البلدي فبهاتطريقة باش كنديرو تجاج يعني كنعمروا بشرمولة فكتجيحتية لديدة نسيت لكم البنات واحد تفصيل صغير فالتجاج من بعد ما كتحيي ديهم الماراق كدهنيه بالسمن و خلق و داما دي الزعفران يعني كدهني بهذا الدجاج مزيد و كدهني الفران يتخمر عاد من بعد كدهني فقرفيزة هذا إلى كان تجاج رومي أما إلى كان تجاج البلدي فما كان تجاج الملحة كدهني كوكلي يعني كدهني كوكلي كدهني بالسمن و الزعفران و كدهني فران نتمنى انكم ستسمعوا الطريقة و تستنطوا لها مزيان تركزوا معي و تجربوها فهنا يبقى كنزيا كيف كتشوفو شديد شريحة و اختصت لها النص دياله في زنجلان و شديد المشماش درس بيه وريضات فهنا هي البناس كنتم مدعوقة بزاف تكشاش مصمور لكم اليداتي كاملين كنظن ان كل شيء واضح و طريقة بينها و بسيطة يعني ماشي بالضرورة خاصة نوريكم كيفاش عمرت سمار كيفاش حمرت هذا وليني لكنتو يعني كنتو بغيتو انني هاد المرة بقى ندليكم الحسان للتفاصيل للتفاصيل فما عندي حسان مشكلة للمرة الجاية ان شاء الله ندليكم كل شيء مفصل الفوق درت رزيزة الفوق ممكن تديرو العجين جير كنافة كتبو منها عشيش و كتحمرها في الفران و كتحطوها و كتحطوها في بيدي السمان كتجيزوينة بزاف ممكن زينو حتى بالبرقوق إلا عندكم زينو بالكيوي زينو باللي بغيتو فاي حاجة كتتعسل كتجيفها درفيسة هادي لانها بسيطة بزاف و خفيفة و المدق ديالها جديد و نسيت لكم الحلبة البنات فاللي كي ياكلوا الحلبة فيهزوا من الماراق الماراق و يطيبوا في هذه الحلبة و يحطوها في زليفات اللي يبغى الحلبة ياكلها فحنا يما كندروهاش في الماراق لانك ترد الماراق مر و مشي كل شيء كتعجبوا ديك الطيبة ديال الحلبة فاللي يبغى ها كتديري 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 في واحد الكسرولة كتديري الحلبة و كتخلات طيب من بعد كتصفي ذاك الحلبة كتحطها في زليفات و اللي يبغى ها كي يخلطها مع الماكلة يعني هنا هي كنضيف شوية ديال بصلة كنصفيها و كنضيفها هنا قطعنا بشوية قصريات ديال رفيسة كيف كتشوفو جت جل منطر زوين بزاف وبسيط نتمنى ان الوصفة اليوم تعجبكم وتنالي رضاكم ولماذا لا تشتركوا في القناة تشترك وتفعل الجرس باش يبصر الله كل جديد وإلى اللقاء ان شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة ومع ألف ألف سلامة